أعلن الأزهر الشريف دخول قافلة بيت الزكاة والصدقات المصرية المكونة من أربعين شاحنة محملة بالأدوية والمواد الغدائية والإغاثية ومستلزمات الإيواء والمعيشة إلى معبر رفح البري لعبورها إلى قطع غزة وأوضح الأزهر الشريف أن القافلتات عدو الثانية التي يرسلها بيت الزكاة والصدقات بتوجيهات من شيخ الأزهر إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطع غزة في إطار حملة آغيث غزة التي أطلقها بيت الزكاة منذ بداية عدوان الاحتلال على القطع